السلام عليكم ورحبا بكم معي فيديو جديد معكم كاري ما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم بروات ديال الحوت طريقة سهلة بدون كثرة المكونات بدون كثرة توابل شي حاجة اللي هي بسيطة وسهلة متوفرة في كل بيت يعني شي حاجة اللي هي اقتصادية كنتمنى انكم تتابع معي الفيديو من الاول till الاخير ودائما لأول مرة كيشوف القناة كانتمنى انه يضغط على الزر الأحمر وكذلك يضغط على الجرس باش يتوصل بكل جديد جديا بتهم كانتعدي لجميع الأسابت وكما قلتلكم يعني بدون كثرة المقادير chancellor لا غداش نخدم ب самой السوف بصفmittة نهائيا ونخدم بتوابل عادية عندي هنا معلقة الصغيرة الفلفو الأحمر معلقة صغيرة الكامون يعني مشي عمره الفلفو الأسود اللي هو الإبزار وكذلك عندي معلقة الصغيرة الثحترب عندهم زيان ثم عندي ملقةالصاص الكث рассказыв تظور على جدا هذا هما التوابل العادية اللي غاد نخدم بهم قصبور المعدنوس تقريبا ربطة مكمولة ما بين القصبور والمعدنوس مقطعين طريفات صغر عندي هنا الليمون مرقد عندي تقريبا واحد ليمونة كبيرة قد نعمل غير نصف دياله وكذلك المطيشة ديال الحك قد نستعمل هذيك العلبة كاملة الصغيرة والفلفيل قد نحتاج واحدة حمرة واحدة صفرة اللي كان عندكم توفر بالنسبة للشعرية الصينية اهم حاجة هي الشعرية الصينية تكون رقيقة حبة دياله رقيقة عندنا نيا 250 جرام يعني الكيمية اللي غديناعطيكم هي اللي دخلتلي في هذها 250 جرام ديال الشعرية عندنا نصف كيلو ديال الحوت بيطة مهم استعملوا اي نوع ديال الحوت تكون بلا شوك هنا تقريبا عندي واحد 700 جرام ديال القمرون يعني مقشر بكل شي دياله معبورة تما 700 جرام الكيميية كتلقي حسب الرغبة ديالكم وحسب الذوق ديالكم مهم انا اعطيتكم الكمية ديالي انا وغد نعطيكم حتى عدد الحبات اللي خرجوا لي كما تشوفوه هنا 4 كيلو يجو فيها 4 دير هاد المرصوات هادو طبعا في الاول غدي نكون غليت الماء وغدي نرقد فيهم هادو واحد جوش تقايق فقط ونصفيهم ونقطعوهم صفي ونخليهم على الجانب حتى غدي يقتارو وندوزو باش نكملو جميع المراحل عندنا نصف كس ديال زيت الماء ايضا مخلط مع زيت العادية يعني زيت بيطة وزيت العود هادو غدي ندوزو هادو تشار ميلة اللي هي سهلة كما قلت لكم ما غدي نضيفها احتى شي انواع ديال اللي سوس كانين بزاب ديال اللي سوس ولكن هادو الطريقة هادي غدي نستعملها تقليدية عادية بلا ما غدي نستعمل هادوك الانواع ديال اللي سوس بلا ما غدي نعمل كنور يعني شي حاجة اللي متواجدة في كل البيت هنا يا كما شو معي اضيفت القصبر للمعد نصف ذاك الاناء هادوك المراكز ديال الطماطم اه اللي اي مريعم اللي عندي مقطع طريفات صغيرين اولي طحنوه أعني قد بعمل طريقة صغيرة من غير الابزار قناعنا الكتيره بدأ نضيف ليهم كذلك نصف ذيال زيت المائدة مخلطة مع زيت العود او زيت البلدية مهم كل وحد شنو سوف ندمج هذه المكونات ممكن انكم اضيفه 1.5 عصر ليمون ممكن انكم اضيفه سوف ندز مباشرة عني الشرمولة عندي وجدة هذه هي اهم حاجة هنا في واحد المقلة سوف نشحر انا بالزبدة اضيفت واحد معلقة كبيرة وهنا اول حاجة الفلافين قطعتم من قبل الفلافين كانوا توفرين ممكن انكم اضيفه هذا ما كانوا شي يعني بلاش ممكن انكم استغنوا عليهم و بالنسبة الناس اللي بغاءوا يزيدوا الفطر ممكن انكم يجبون الفطر وتعالي هذه الشرمولات هوا وتقليوه هناك كما سيتم معايا اضيفت الزبدة مع هات الفلافين اضيفت له 1 علقة كبيرة من هذه الشرمولة الذي وجدنا و سنقليهم مزيان احتى نضبع له و سنحيدهم في نفس المقلة سوف نضيف معلقة كبيرة للزبدة و سوف نضيف القمرون المعنواه القمرون سوف نضيف كدلك عليهم 1 علقة كبيرة من الشرمولة الذي وجدنا من قبل ونقلي النار تكون مجهده ضروري النار تكون مجهده باش القنبه ما كتلق لكم شي المدياله القنبه اللي هي القمرون او الكروفيت ضروري بالنسبة للحوت النار تكون شوية مجهده باش ما كتلق شي المدياله صافي كان شحره مزيان غير كتشوفوها بدتك تقبط فراسة كتحيدوها ما تخليواش يطيب بزف انتم ما غادي تشوفو معايا هي دغياء كتقبط فراسة وحد جوجت تقايق كتكون قبطة فراسة كذلك غادي نحيدها وغادي نزيد في نفس المقلة معلقة كبيرة دي للزبدة يعني مقلة وحدها غادي نخدمو بيها غادي نجيب الحوت اللي وريتكم من قبل الهبرة غادي نضيف عليها كذلك واحد المعلقة كبيرة من هذيك التشارميلة بالنسبة للحوت كما شوقط تحت طريفات صغيرة باش تغل فيها تشارميلة صافي كما كتشوفو معايا غادي نخلط كذلك النار تكون مجهده باش هذيك الحوت ما كتلقنا شي الماء صافي كما كتشوفو معايا وهنايا عملتم يعني كل حاجة كنقليها كنعمل في هذي الإناء عملت الفلافي في الأول زيتعليهم القنباز زيتعليهم الحوت بيطة صافي وهنايا في نفس المقلة كذلك غادي نضيف واحد معلقة كبيرة دي للزبدة غادي نشحر فيها الشعرية الصينية اللي وجدت من قبل ضروري أنا كنعمل هذي الطريقة هذي باش كتدخل في هذي لقامة تهية وتهية كتجي مقومة ما كتجي شي ناشفة يعني تهية كتأخذ حقها دي للقامة صافي كما شو ضروري تقطعها طريفة صغار هذي الشعرية صراحة مزونة بزيف صافي والنار تكون هنا يا ماشي مجهدة بزيف تكون غيمت وسطة أنا الكيمية دي للتشارميلة اللي بقتلي ضيفت هنايا على هذي الشعرية غادي نطفي النار وغادي نحرك مزيان حتى غادي ندخل في هذي تشارميلة مزيان ومن بعد غادي نضيفها على الباقي المكونات كما قلت لكم بغيتوا تزيدوا شومبينيو طري او المعلب كيبقى لكم الاختيار نفس الشرمولة كتتشرملوا بها اي مكوين زيتوا وممكن انكم تضيدوا الجبن الاحمر في الاخير يعني تتبرد الحشوة وتضيدوا 100 جرام دي للجبن الاحمر حتى بك يعطي هالتعليكة صافي هنا غادي نخلط كل شي صدقوني هذي الحشوة جتلديدة لديدة بالزاف وخاما عملنا في هذي تشي انواع دي اللي صوس معملنا فيها كنور معملنا في هذي تحاجة غير المكونات اللي كنك نستعملو من قبل يعني مش حال هذي مكونات متواجدة في كل بيت هنا غادي ندوزل الورقة الورقة اللي عندي الورقة دي اللي بوخار مهم هذي القياس اللي غادي نخدم به عملت فيها 17 سنتين في العرض والطول كيبقى لحسب الورقة دي لكم هنا يا الحجم ديال هذي البريوة هذي كتجي متوسطة ماشي كبيرة بزف وماشي صغيرة بزف يعني الحجم دياله متوسط كي مشتوا معايا في الفيديو هنا يا صفي أنا كل وحدة كنقطع بي باش كنعبر بيها باش كيجي من القياسات قد قد كنتمنى تكونوا استفدتم هذي الفيديو لانا حاولت أنا نعطيكم شي حاجة اللي هي بسيطة باش اي وحدة تقدر توجده ما تقولش أنا ما عندي شي هذي لا الصلصة هذي لا ما عندي شي هذي ما عندي شي هذي يعني التوابل كيكونوا متواجدين في كل بيت حتى هذي الحشي هذي تهيي كنخدم بها في الاخر صفي والورقة دروري تغطيوها باش ما كتبرد شي باش ما تقطع شي معاكم أنا هذي الورقة كانت في المجمد تهييز تقدم زيونه كينبعد انواع دي الورقات وخا كتشريهم وكتعلموا في الفريقو غير يومين كتجبدو كتجبرو متقطعو ما كيبقوا شي مزيان الموين بالنسبة لديل طانجة أنا شريتها مدريسية يعني كنصحكم بهذ الورقة هذي غي هو دب حالي اللي بغل الورقة رغسر يمشي كومون دعليها من قبل لانك تكون الدنيا بلان ما كتجبرشي النهار ديالك يعني ضروري قصد تكون ديالي نهار قبل صافي كما كتشوفو نفس الخدمة اللي كنعمل دائما كنستف 1-4-5-6 ديال الورقات باش كيجيني طريقة سهلة ودائما جيها لحرشة هي اللي كتكون من فوق هنا كتعملوا الكمية اللي بغيتونتو ما أنا كنخدم بيدي باش كنعرف القيز ديالي صافي كنتلتو البريوة ديالنا بهالطريقة هاديرة طريقة سهلة بالنسبة لمبتدئين دائما كتحاولوا تزيروا يدكم وكتحاولوا تشبروا من الأطراف من الجوانب باش ما كتتخرج للكم شي الحشوة صافي شوفوا معي هنا كان نهز هذا الطرف وكان ديال الطرف الليهن وكان حاولوا نقضها كده بها الشكل هذا وكان عمروا دائما الجوانب وكانكملوا التلوية ديالنارة سهلة أنا في الأخير غادي نلصقهم بشوية ديال الطحن والماء او لا بغيتنا لاني بغيتوا تلصقهم ببيتات كي بقى لكم الاختيار صافي مهم هنا كما قلت لكم كي نجد واحد ستة ولا سبعة باش كي يجوني سهلين مهمتم الحشوة عملوا الكمية اللي بغيتوا وهنا يا ما قدرش نعطيكم أنا القياس ديال الحشوة صافي مهم أهم حاجة هي ملي كتقلبوا القلبة اللولانية كتقدوا الجوانب وكتقوتوا ما كتلوي وثم كتحاولوا تزيروا الأطراف صافي باش كتجيكم قادة وكتجيكم فينية كما كتشوفوا معي ركي يجيوا قياس واحد تشكل واحد وهنا الحشوة ركنا من العيني ميزاني يعني ما كان عبر موالو وبنسبة للناس اللي يخدموا لي كومون دراكي عبروا الحشوة يعني ما كيخدموا شي هكذا وصافي ضروري كي عبروا الحشوة صافي كما كتشوفوا هنا غدي نستمر بنصف طريقة حتى تنسي الكمية اللي عندي كاملة إذا بكتوا تحتفظوا بهم مباشرة هذا بعد ما كتسليهم كتجيب واحد البلاتو كما كبقلكم دائما كتستفوهم كتعملوهم في الفريقو أو المجمد واحد نص ساعة أو لساعة المقانة غير كتحسوا بهم تجمدوا يعني قصاحوا من بعد كتعملوهم في البلاستيكة أو كتعملوهم في العولب مهم باش في الأخير من اللي كتبغي تجبدوهم كتجبدو كل حبة مفرقة على أختها ما كيكونوا شي متلاصقين ببعطيتهم لأن بعض الأخوات كيوجدوهم مباشرة وكيعملوهم في البوطة مباشرة ومن اللي كيجبدوهم كيكونوا لاصقين يعني في هذه اللحظة هذي كتبغي تفتحوهم اللي أعطيتهم الورقة كتتقطع هذي بالنسبة لطريقة لإحتفاث ديالهم بالنسبة لطيب ديالهم مليكنوا عندكم في المجمد ضروري من المجمد الفران نيشا كالكتكونوا سخنتوا الفران على 180 درجة يعني عفية غير متوسطة ما كتعملوش العفية مجهدة بزيف بغيتهم اللي تجبدوهم تعملوهم موحد دهنة خفيفة ديالبيطات أو مثلا بالزيت باش كتعطيهم ذيك اللمعة ما بغيتوشي كتدخلهم مباشرة للفران كيما قلت لكم من المجمد الفران أبدا واشتخليهم برا لأن إلا خليتهم برا هذيك الورقة كترتب وكتقد قطلق المديالة يعني مليقة تطيبوهم في الفران هتيبقوا يطرقوا لكم يعني هذا هو السر باش ما كيبقوا شي ترتقوا هو وكتجبدوهم المجمد مباشرة للفران كتكونوا صخنتهم من قبل 1-5 أو 10 دقائية قليعة متوسطة وكتعملوا الطابة في الوسط وكتخليهم يطبعوا خاطرهم تكتشوفهم وكتتحمروا من الجوانب أنا هذي النوع ديالبريوة ما كنقليهم مشي هنا غير باش نوريكم الكيميا اللي خرجتلي خرجتلي خمسين حبة كما كتشوف يعني كانت منكم استفدتم هذا الفيديو هذا إذا أعجبكم الفيديو تبارتاجي مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ونفس الطريقة ديال الطيب ديال الفران سواء ديال غاز سواء ديال ضو نفس الطريقة ممكن موقع لكم أنا ما كنقليهم شي إذا بغيتوا تقليهم مباشرة من المجمد الزيت تكون باردا يعني هذه النصيحة اللي قد نعطيكم إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله